في خطوة طال انتظارها لتحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تشكيل اللجنة الدستورية بعد مباحثات مطولة أجراها المبعوث الأممي إلى سوريا جيربي دورسون تنقل فيها بين المعارضة والنظام والدول المؤثرة في الملف السوري اللجنة الدستورية سيكون مقرها جينيذ ومن هناك ستبدأ أعمالها في إعداد دستور سوري جديد يؤسس للمرحلة القادمة سياسيا خمسون عضوا من اللجنة للمعارضة ونفس العدد للنظام فيما يكون الخمسون المتبقون من نصيب الأمم المتحدة التي تختارهم من منظمات المجتمع المدني ومما يصطلح عليه بالطرف المحايد الطرف الثالث الذي تؤسسه الأمم المتحدة لا يعتبر الفيصل في أي خلاف بين أعضاء المعارضة والنظام وعند هذه النقطة تتركز مخاوف المعارضة إذ أن الأعضاء الذين تختارهم الأمم المتحدة لم يعرف بعد توجهاتهم السياسية ونظرتهم للأزمة السورية وطرق حلها نظرة المعارضة لللجنة الدستورية غير متفائلة المتحدث باسم هيئة التفاوض المعارضة يحيى العريضي يقول إن النظام السوري يتهرب من اللجنة الدستورية ومن كل القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وتدخل المبعوث الدولي الحديث الدائر عن الحلول السياسية لا يتناسب مع الواقع الميداني على الأرض حيث لا تزال محافظة إدلب تستهدف يوميا بعشرات القذائف والصواريخ بمدفعية نظام الأسد وطيرانه مصحوبا بالطيران الروسي موسكو التي تتحدث عن هدن جديدة بين الحين والآخر تصر على اعتبار أن كل من في المنطقة الآمنة هم إرهابيون ولا وجود لمعارضة معتدلة ما يعني استمرارها في دعم حرب نظام الأسد على المدينة دون الالتفات لحجم الكوارث الإنسانية التي ستنجم عن اقتحام محافظة يقيم فيها نحو أربعة ملايين شخص بين نازح ومقيم تركيا هي الأخرى تصب جهودها في الفترة الأخيرة بشأن المنطقة الآمنة شرقي الفرات عن طريق البحث عن توافق مع أمريكا مرة ومرات عديدة عن طريق التلويح بالاقتحام العسكري واقع الميدان بحسب مراقبين لا يتماشى مع الآليات المتبعة مع الحلول السياسية كتشكيل اللجنة الدستورية والمأساة المستمرة لتسع سنوات لا يمكن أن تختصر بإعداد دستور ليس له أرضية صالحة لإنفاذ بنوده